حين تتوق نفسك إلى العبادة ويحوم قلبك بين الخوف والرجاء وتتحرك روحك نحو الذكر والقرآن حينها فقط يكون صيام المحبين والمشتاقين الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه أيها المحب أيها المشتاق أيها المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هل أنت سعيد بقدوم رمضان هل أنت مسرور باحتفالي بهذا الشهر العظيم أم هل أنت مشتاق لنفحاته وسبحاته وذكره وقرآنه إنه أعظم الشهور إنه أفضل الشهور فيه ليلة خير من ألف شهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تريد أن تكون من هؤلاء الفارحين برمضان حبيت تكون من الفارحين حبيت تعيش فرحة رمضان حبيت تستقبل رمضان بفرح وسرور ومشاء الله أجواء رائعة جدا وأجواء لا توصف إلا من جربها كن من المحبين كن من المشتاقين إذا كنت من المحبين والمشتاقين ستفرح بقدوم هذا الشهر وحويج هذا اللي نقولهم عندهم بزاف قيمة لأرواحنا ونياتنا وعقولنا واستعدادنا بزاف ناس يقول من قداش نصوم ولا غير جاني رمضان بزاف صعيب عبركم وعلاش بس كما ليس لم يفرح بقدوم هذا الرمضان لم يضع في نيته تلك الفرح برمضان حتى العلماء أكدوا لنا هذا أكدونا بالليل يفرح برمضان ره يعطي رسالة للوعي وللاوعي والمخ بش يتقبل ويصوم بصدر رحب ويستطيع أن يكمل الصيام حتى آخر لحظات من رمضان وهو مشتاق ومحب أن يصير قصير كل الأيام رمضان هذا هو الفرح برمضان أن تفرح برمضان كما كان يفرح الصحابة وكما كان يفرح النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم فرمضان شهر وفرصة عظيمة لا تعوض من يدري ممكن أن يكون متعدوة ممكن أن يكون متدركة من يعلم متى سنموت رمضان هدية من الله عز وجل لنا رمضان فرصة عظيمة وهي من أجمل الفرص التي يقدمها الله عز وجل لنا حتى نتقرب إليه زلفا وحتى تكون لنا حسنات كالجبال بتكون عندك حسنات كالجبال افرح برمضان افرح بقدوم رمضان بتكون درجاتك عليا بتكون من المشتاقين ومحبين الله عز وجل ماذا يقول في أي عظيم ينبغى أن تكون في رسالة رسالة من الله لنا جميعا هذه الرسالة عظيمة جدا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله يعني سيأتي قوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله حق جهاده ولا يخافون في الله لو ما تلائم هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه هم في منازل الحب ومنازل الاشتياق ويا لها من منزلة أشحال أشحال مليحة من منزلة ودرجة عالية ماشي دكتورة ماشي ديبلوم راني راني تلتسين ولا أربع سنين باش ندي ماستر ولا ندي دكتورة وراني نقرأ راك تستاهد باش تكون من أحباب الله تعالى في زمن الارتداد وفي زمن الشبهات وفي زمن الشهوات وفي زمن التقليد الأعمى وفي زمن كثر فيه النحيم وكثر فيه الغلط واللغط والكلام الفاسد والذي يفسد عقول الناس وعقول البشر وعقول المسلمين خاصة الفرح برمضان هم عالية في المشتاقين الفرح برمضان قيم غالية في المحبين فكن من هؤلاء فهذا الشهر شهر لتزداد فيه حسناتك أيها المحب وتزداد حسناتك بتلاوة آيات كتاب الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإخلاص الدعاء من قلب من قلب محب مشتاق ليستجيب الله دعواتك يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب الذنب شهر رمضان شهر التوبة والغفران فلتفرح كثيرا لأن كل ذنوبك إن شاء الله تبارك وتعالى بنية خالصة مخلصة تفرج ويفرج همك وتصيع من التائبين العابدين الزاهدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عسيان ليكن رمضانك رمضان توبة وفرح وسرور على هذه المعاصي والذنوب التي ارتكبتها في الأشهر الماضية واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بميران النار صعبة يا أيها المحب كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا على الفرح بقدوم رمضان هل تعلم أيها المحب وش كان يدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش كان كان يقوم وحد الحاجة مليحة بالزاف أول من فعل ذلك هو عمر بن الخطاب أشعل القناديل في المساجد ليونيرها وجمع الناس على صلاة الترويح في رمضان فكان أول من فعل ذلك ودع الناس إلى تلاوة القرآن وبعد وفاته رضي الله عنه خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من رمضان والقناديل تصهر وكتاب الله يتلى في المساجد هكذا كان الرعيل الأول من سلفنا الصالح أين أنت أيها المحب أين أنت ماذا بك أين أنت هل أنت مشتاق إلى أن تتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهر هل أنت مشتاق أن تكون مثل عمر وعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنهما جميعا كان عمر بن قيس اسمع لهذه اسمع لهذه أيها المحب كان عمر بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن في شعبان ورمضان إحنا نسألو ماذا يدير طجار تعنا غلى الأسعار رفع الأسعار بدرجة ملتهبة والسعي وراء جني المال ما مالنا لماذا ألا تشتاق للقرآن كما كان عمر بن قيس ألا تشتاق كن كما كان هؤلاء الرعيل الأول وكن كما كان السلف الصالح فإنما هذه مزرعة الآخرة ولا يمكن أن تكون فرصة بلا بلا عمل فالعمل سبيل لنجاتنا والفرح بقدوم رمضان هو السبيل الوحيد لكي نجد شوقا عظيما لنصوم صوم المحبين والمشتاقين فيا أيها المشتاق ويا أيها المحب هذا شهر رمضان شهر التوبة والغفران وهو رسول من عند الله الملك الديان فمن أكرمه منكم حقيقة الإكرام وحفظ به في لسانه من قبيح الكلام وبطنه من أكل الربا والحرام وأموال الأرامل والأيتام غفر له الملك العلام وأكرمه غاية الإكرام وأدخله الجنة مع أهل الطاعة والإحسان فكن محبا أيها المشتاق وكن مشتاقا وفرحا بقدوم هذا العظيم رمضان شهر التوبة والغفران والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر